السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله على خير البرية المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولا ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونلتقي اليوم لنتحدث عن موضوع عنده علاقة بموسم عشراء عشراء مرتبطة بقضايا مختلفة سوف نتطرق كل ليلة عن موضوع على حدة له ارتباط بعشراء وهذه الليلة سوف تكلم بإذن الله تعالى عن ظاهرة تنتشر وترتبط بعشراء وهي السحر والشعودة التي تنتشر في هذه المناسبة ليلة عشراء ليلة عشراء هي ليلة مميزة تصادف العاشر من محرم الحرم هذه الليلة يختلط فيها الدين بالوثني والسياسي بالعقدي عند مجموعة تسميات تسمى ليلة شعالة وكلك يسميها ليلة المجامر كما يطلق عليها بعض المشعودين والمشعودات بل كالقو بأن بعض الشوفين والشوفات يتحولون في ليلة عشراء إلى نجوم كبار يقصدهم أصحاب الحاجات خصوصا النساء ممن ضقت بهم الحياة ينتظروا المناسبة للعشراء بفارغ الصبر لتجريب بعض الوصفات سحرية إما بقصد رفع التابعة أو دفع العكوسات عن الزواج وإما لجلب الحظ السعيد أو لجلب الحبيب الغائب أو لترويد الزوج على الطاعة والسمع أو لتجديد الثقاف ضواهر كثيرة تستعمل في مثل هذه المناسبة مشغل الناس لهم يا غير متقفين عندهم الأمية وعندهم الجهل حتى الناس لهم متقفين ولهم عندهم مستوى عالي من العلم كالقوا مثلا في بعض القطاعات الوظيفية موظفين في مراتب عليا يلجأون إلى مثل هذه الممارسات مثلا وضع غبار شفاف في مثل هذه المناسبة على مكاتب بعض المنافسين معك في الموظف في العمل أو في الشركة أو في الإدارة يصنع غبار شفاف يرمى على المكتب إما بقصد أنه يتنحى عن وظيفته أو أنك تكسب ودى المدير أو المسؤول في هذه المناسبة كتنتشر مظاهر خطيرة دي الشعودة وكتنشط الحركة دي البيع عند العطارة العطارة كعضو أسيد الموقف كيبيع أعشاب ومواد مختلفة كلها تستعمل كوصفات سحرية يلقوا بعد العطارة يتاجرون في مجموعة من الحيوانات الحية أو الميتة مثل التعاليب والكلاب والقطة البرية والضفاضع والسلاحيف والقنافد والتعابين وغيرها من المخلوقات المستعملة في الشعودة والسحر وكي يلقوا كذلك واحد الحركة مريبة بعض الناس يقصدون المقابر المهجورة وكيمشيوا الروضة المنسية وهنا يتم استغلال المجمر والبخور وما يسمى بالشروطة وأشياء أخرى حينما يقترب موسم عاشوراء هاد الناس اللي هم عندهم نيات سيئة ينشطون في هاد المجال وبالمقابل تلقوا فوبيا عند بعض الناس الآخرين اللي تشعروا بالقلق وبالخوف خصوصا الرجال بعض الرجال اللي عندهم علاقات مع بعض النساء واللي غير وطيدة وغير سليمة تيبدأ يخاف تيقول عندك نقع ضحية أعمال سحر من طرف فلان أو فلانا غتقلب حياته رأسا على عقب أو قد تصيبه بالسوء لأنك خاف لا يدعو له تقف أو يدعو لها جلب الحبيب تكتفوه وكيجيبوه خاضع ركع لهذا كالقوب بعد الرجال يعمدون إلى مغادرة المنزل خلال يوم عشرة وآخرون يحيطون تحركاتهم بسرية وآخرون يتفادون أماكن معينة هذا الخوف والشعور بالفوبيا كي سترطل بعض النساء بعض النساء اللي عنده وحد الراجل مبارك خيف عليه اللي يضيع منها وتخاف على أبنائها من التعرض لمكره أو يصيبهم مس من السحر هذا الأمر دي العشرة وتزدهر فيه مظاهر الشعودة هذا شيء قديم قدم التاريخ كالقول يهود مارسوه بل وأكثر من اليهود مارسها أهل بابل ومارسها أهل فارس وأهل مصر وغيرها من البلاد في التاريخ القديم لأن بعض الأقوام يكونوا مسكونون بالشعودة يكونوا مهوسين بالسعر يكونوا يتطلعون إلى الغيبيات ويحاولون التعامل مع الخوارق فمنذ التاريخ القديم كانت الشعودة واحتفل العصر الحالي كان القوم ما زال الناس مفتولون الشعودة لعالم الغربي الآن أوروبا وأمريكا لفتقدم العلم والتكنولوجي ما زال الناس عندهم اهتمامات بالتطلع إلى الغيبيات والتعامل مع الخوارق ومنهم من هو عنده هوس بالسحر والشعودة ربما الكل يذكر بأن بعض الناس في أوروبا في خوزن بريطانيا فوتنوا بقصص وأفلام غريبة عن السحر والأرواح والأشباح مثل قصص هاري بوتر الشهيرة القرآن الكريم يحكي لنا بأنها تشيكا منذ زمان كان قبل ملك سليمان حينما يتحدث القرآن الأعظيم يقول الله تعالى واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر السحر علم عنده قواعد وعنده أسس يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه هذه أهم خاصية عن السحر هو التفرق بالأزواج لمشى المحكمة دي الأسرة غد يلقى بأن القضاء ما بقوش كيحكوريوسهم والسبب لأن عدد الطلاق كثير ولتأملنا فيهم أكل القوش مشاكل اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية بقدر ما كتدخل الشعودة بقوة في التفريق بين الرجل أو المرأة وهاتش مش فقط طبقة الفقيرة أو الجاهلة أو الليماتقراتش حتى الطبقة المتقفة طبقة اللقارية وحتى الطبقة السياسية فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس مشار به أنفسهم لو كانوا يعلمون هذا السحر انتشر حتى في أهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو وسيلة للتخلص من بعض الناس التاريخ السياسي ذي المجموعة حضارات ودول كان القوة بأن الصراع على السلطة كيدخل فيه السحر تحملوا واحد ربما غيروا له فكره وغيروا له صحته بالسحر حتى في عصر النبوة لما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام وجاء لكي يغير الوضع المعوج وجاء لكي يصحح المصار وجاء لكي يعيد الناس إلى الفطرة السليمة اعتبروا بأنه سوف يسيء إلى مصالحهم فبجميع الوسائل حاولوا محاربة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم داروا للحصار الاقتصادي داروا لها الظلم العدوان وجي واحد اليهودي قال لهم أنا عندي طريقة سهلة بلا حرب بلا سلاح غندر السحر ومحمد صافعا قضي عليه هذا اليهودي يسمى لبيد ابن الأعصم هو من بني زريق واليهود معروفين في الجاهلية بالسحر إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا معظم كبار سحرة في العالم العربي والغربي من اليهود جهد لبيد ابن الأعصم وداروا وحد الجدادة وكتب فيها اسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي وقع للنبي الكريم شعر بتغيير غريب كتقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله ذا لسحر التخيلات وذا سحر خطير اليوم كالقوم الزاف دي الناس مرضى كيمشون للمصحات النفسية وكيتعالجوا عند أطباء هما ما عندهم أمراض نفسية هما عندهم سحر دي الخيال الفاسد كتوقع لتهيئات وتخيلات لمرأة كتخيل بأن رجلها بغي يقتلها والراجل كيتخيل بأن المرأة بغي تخونه وهكذا الشريك مع شريكه وغير ذلك فهذا النبي الكريم المعصوم وقالي هذا الحدث ذا لسحر التخيلات حتى كانت أمنا هائشة تقول لكتبة الوحي لا تكتب عنه شيئا غير القرآن القرآن من عند الله لن يتغير ولكن الكلام لك يقول النبي حافظوا ما تكتبوهش لأنه يخيل إليه يفعل شيء وما يفعله ظل صيدنا رسول الله على هذا الحال لأيام معدودات حتى جاءه الملك من عند الله وقال له يا محمد فإنك مطبوب فلما تم التساؤل من طبه قال لبيد بن الأعصم قال ماذا فعل قال لي دالي البقايا الشعر دياله الشعر دياله داروا في واحد مشتة خادوا مشتة دياله خادوا بقيا geschعر وداروا في واحد ترنيمة سحرية ورمّوها في بئر مهجورة عجب الناس كمشىوا الروضة الملسية رمّوها في بئر مهجورة تسمى بئر VR1 بئر VR1 فالنبي الكريم اللي عرفها بعت بعض الصحابة واستخرجوها فقالوا يرسل الله انا حرقها قال بل ادفنوها فانزل الله عليه نكسع نزل عليه القرآن العظيم سورة الفلق وسورة الناس قل اعود برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسب اذا حسد في هذا الواقع نزلت سورة الفلق كما نزلت سورة الناس قل اعود برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس هذه تسمى المعودتين فهي من اقوى ايات التحصين فكان النبي الكريم يقرأ بهما يجمع يديه بجوج ويقرأ بهذه السورتين وينفت على جسمه حتى ذهب عنه ذلك الاحساس معنى من شر النفاتات في العقد النفاتات هما الساحرة اللوة يعقدنا في سحرهن وينفتنا عليه فهنا العلماء قال لك لماذا سيدنا رسول الله وهو النبي وهو المعصوم كيف وقع له ذلك قال لان سيدنا رسول الله جميع انواع الابتلاءات التي تقع للبشر نال منها نصيب صلى الله عليه وسلم ما في ابتلاء عاش اليتم الفقر الظلم التهميش تهم امرأته بالخيانة الزوجية قلقت بناته جميع انواع ما يخيل اليك من المعاناة تلقى هذا النبي ربنا عز وجل اراد ان يبتله فصبر ومن ثم ربنا عز وجل رفع مقامه وقال ان الله وملائكته وملائكته يصدون على هذا النبي لانه فاقد تخيل انه صبر واحتسب في عشرة احنا الان على ابوابها الناس تهتم اصحاب القلوب المريضة الناس اصحاب القلوب الخبيطة كي يبغي در بعضهم بعضا وكي بدو يقلبوا على انواع السحر كي يستعمل السحر دي الضرر هو السحر الاسود كي تسمى السحر التفرقة يفرقون بين المرء وزوجه كدقى لش حال الناس كي تخاصموا ش حال دي الناس كي تطلقوا وكي لك يدليهم سحر البوار والعياذ بالله سحر البوار التجارة كتبور عنده محل تجاري عنده مقهى مطعم فندق حمام ما كيش رواج تجاري بوار وكي البوار دي البنات ما يتزوجوش كي بقوا ثم حاصلين عند وليدهم هذا سحر البوار وكي السحر الابيض اللي كي تسمى السحر المحبة حنا في التقافة الشعبية عندنا في المغرب كي تلقوا النساء كي تتكلموا على بعض الوسائل اللي هي والات معتادة عندهم وكي تذكر في عشرة مثلا كي تلقوا في عشرة كنديروا بعض الوجبات المطبخية الناس عارفين انهم اللي تعاشرة كي دلوا كسكسو بالجديد خصوصا بالديالة ديل الحولي هنا كتجيل مولات الدار كتصوب الكسكسو كتدير الديالة ديل الحولي وشي جديدات وكردسات وكتجيل الديل ديل الخروف اللي احتفظت بملكبش وكي يكون مجفف بالملح فيتم حشو الديل بمستحضارات سحرية وكيتم قول بعض الكلمات واغلاقه بالقفال ديل الكسكس ومن بعد تراني معينة كيستعملوها بعض النساء المارضات في عقولهن وكي قدموا الوجبة وكتحص بأن زوجها يكل منها ما الذي يقع كيقول لك هذه وجبة كيجعل الرجل طيعا في يد زوجته كيعدل قتله كيقول له وخا هذه الوصفة يدوم مفعولها عاما كاملا لعم كله يبقى الرجل هكذا لكن كيسر العام كيسر المفعول فتضطر المرأة الى تجديد هذا الامر هذا كالقوا كذلك بعض النساء اللي كتخاف على رجلها لأنه عنده علاقات مع النساء أخريات مخلت ما دارت معه هو عينه خضرة كل مرة كي عينه زيغة كي مشى عند هادي عند هادي أشغن ديروا له كتقول لها صحبتها ديري له اتقاف شنه هو اتقاف هو كتربط الرجل عن معاشرة النساء وهناك يستمع له المجموعة دي الأشياء الخبيثة حيوانات خصوصا ما يسمى بالذبان الهندية وكيدروا رأس الضفضع المجفف والشدق دي الجمل وكيدروا واحد ترتيبة معينة ثم تدفنه في الروضة المنسية وكتب قدك الراجل المسكين هكذا ما كيبقاش عنده القدرة على الجمع وكي مشى عند الطبيب النفسي وعند الخبير الاجتماعي كيقول لي عندك مرض نفسي عندك ربما ترقو مات دي الأيام زمان ربما إحباط ربما قلق توتر اكتئاب هو عنده غير تقاف وهذا الشيء ينتشر في هاد المناسبة كلقوا كذلك بعض النساء كيقول لك هذا سحر أبيض المرأة اللي كتبقى الراجل دي لها يبقى دائما معها ولكن غيب يجي سريع إليها ودي ماكي بغيها ودي ماكي قطر عينه منها كتسمى التقاف الشعبية بما يسمى بالشرويطة الشرويطة هي قطعة دي القمش من لكي كل علاقة بالمرأة والراجل المرأة الراجلية لكي خروج بكي طري المرأة كتمسح دك الموكي يبقى تحتفظ بالشرويطة وكتخليه وكتدير فيه سبعات دي التمرات دي العشرة وحد الوصفة لا ينبغي أن نذكر هذه الأمور مخافة أن بعض الناس ضعاف العقول والقلوب يطبقوها المهم هذه الشرويطة تتحرق تتحرق في الشعالة دي العشرة أملت من الراجل يحرق قلبه ويصبح هائما بحب زوجته ما كيشفها إلا هي هي ملكة جمال العالم وأي أمر طلبته منك ينفضه ينسى الأم وينسى الأخوات وينسى الوطن وينسى العقيدة وينسى كل شيء أمرته هي كل شيء فإذا غاب عنها ربما مش بعيد لأنه من طريقة الإبطال أنه سيقطع البحر إلا قطع البحر سوف يدوب دك شيء ما هي تحريك الشرويطة الملعونة كتتحركها كي عاود يجع عندها مباشرة كيقول الشبك واللبيك اللي بغتي بني ديك وكي تبقى المفعول للشرويطة مفعول هذه الوصفة لعام بالكامل من عشرة العشرة لذا النساء كيحاولوا يجددوا في هذه المناسبة والكثير من الرجال كيشعروا بالفوبيا اللي تقرس كي عاود يشعر بأنها وقرب عشرة كذا راسوا وكتلقى مخلوع ومهموم يا ربك غدين دير هاتش هداء تقافة دارها اليهود منذ زمان منذ عهد سيدنا موسى عليه السلام ونحن في ديننا الإسلامي اللي هو دين الحق ودين العدل تلقوا بأن ربنا عز وجل نهان نهيا صارما عن مثل هذه الأمور قال لنا ويل لمن استباح اتيا سحرة لكي دير هاتش كله را كي أدي نفسه وكي أدي الآخرين ويوم القيامة غد يكون حساب ديالهم عسير جدا كما قال سبحانه ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا سأما يزيرون ألا سأما يزيرون تعد الإنسان يوم القيامة يعدب من أشد الناس عذابا يوم القيامة السحرة والمشعودون لذا ربنا قالنا ولا يفلح الساحر حيث أتى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم عند الضعف من أجل ذلك نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يوصي الأمة ويقول اجتنبوا السبع المبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر بدأ بالشرك بالله لهو أعظم دنب وبعده السحر خطير عدقل وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتين والتولي يوم الزحف وقد في المحصنات المؤمنات الغافلات ثم قال نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد السحراء استعملوا وسائل خطيرة جدا للإدرار بالناس لأنه علم يتعلمون منهم من يقوم بالاستعانة بالأروح الخبيطة أروح الجن يسخرونها ويستخدمونها منهم من يتواصل مع الكواكب والنجوم من استعال التنجيم يظن بأن الكواكب والنجوم هي مدبرة لهذا العالم وكي اعتبر السحر له أوقات يتم عمله في ساعة معينة في شهر معين سنة معينة عند توقيت محدد حسب دوران الكوكب والنجم وكل السحر محدد بوقت تزداد في حالة المريض لأنك يكون عنده علاقة بالتنجيم وحركة الكواكب ومنازل الأبرج وهذا السحر يكون أشكال أخطره بث الأوهام والتخيلات فالنفوس خلقت مطيعة للأوهام كالك يتخيل بأنه يسقط من مكان عالم وكالك يتخيل بأنه شي واحد غادي يقتله أو المرأة تخيل رجلة غادي يخونها أو الراجل تخيل المرأة غاديه بشي سم أو الأبد تخيل بأن أولاده يستعجلون موته لتقسم التاركة وغير ذلك هذا كتسمى الأوهام والتخيلات وربنا عز وجل ذكر هذا النوع اللي هو كتية فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى للسحر دي الفرعون كان عندهم هاد القدرة على بث الأوهام والتخيلات كيدخلك الدماغ ديالك عنده وحد تلي كومانب في الفكر دياله وكيدر ما يسمى بالتخاطر الدهني لطليباتي وكيدفك أوهام وتخيلات وكيدخل دراسك كيفرز أفكار غريبة وكل خيال فإذا حبالهم وعصيهم يخيلوا إليهم من سحرهم أنها تسعى أو كما قال الله تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ومنهم من يستعين بخواص لأدوية هنا بعد السحر المشعودين عندهم ألعب أهلوانية بيديهم يجي عندك وكيدب عليك عنده أوراق تفتح وكتسب عنده واحد المواد بحل الزأبق كتمشي وكتجي هذه كلها مسائل اللي هي خاصة وكيستعملها كأنها أمور خارقة وإنما فقط كيأثر على الإنسان باش يدي لي الرزق دياله ويفتنوا في حياته الناس كي ربما كيقولوا ما العلاقة بين هاد شكول وهاد الشعوداء وهاد الحيوانات وهاد ما الذي يجمع بين أن نخلط أجنحة الوطواط وزابد البحر يجب الزابد البحر الكشكوشة مع أجنحة الوطواط أو تراب المقبرة المنسية وبيض الأفع أو قوائم التعلب وروت الذئب أو بين مخ الضبع وزغب الفار هذه كلها الشعوداء عالم متداخل متناقض يتوحد فيه الممكن بالمستحيل هناك القول النسكي يشعروا بالخوف عندك شي واحد عدو ديالي مخاصم معاه عندي معاشي حسابات السياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعية ولا عاطفية هذه المناسبة غير درني إن سمعوا نسع علماء النفس يقولوا بأن هذا الشي الذي يذكروه الناس حول الشروطة والدي الذي حوله وكي تصب الإنسان بالخوف الفوبيا هذا مجرد كلام فارغ لا أساس له من الصحة وكي طلبوا علماء النفس أن الإنسان ينبغي التخلص من هذه المعتقدات الخرافية ولكن كيف أتخلص منها يقول لك علماء النفس لابد من تقوية جهاز المناعة جهاز المناعة ديارك النفسي قوي كل ما قويته كتكون في حماية أو كي يقول لك لابد أن تقوم بزرع الثقة في النفس بإكتقة في النفس ولكن مع ذلك يبدو بأن لشي واحد ذلك في راسه أبغي أديك هذا الجهاز المناعة معيك ديواله وديك تقى بالنفس سرعان ما تسقط لهذا ننقل الأحباب الكرام ديانا أشنهي الطريقة لكي نشعر بالأمن والأمان والسلم والسلام سهلة بسيطة جدا لا تهتج منك إلى جهد ولا إلى أموال فقط أطلب منكم مستمعي الأفاضل جزاكم الله خير أن تهبوني وقتكم التمين للحظات أحسن طريقة لكي تحفظ نفسك وأولادك وزوجتك وأحبابك تحفظهم من هذه الشعودات وتتوقع من السحر ومن غيرها ماذا عليك أن تفعل أولا لابد أن تغرس في نفسك حسن التوكل على الله لابد أن تكون متوكل على الله تعتقد بأن الذي يضر وينفع هو الله الذي يعطي ويمنع هو الله خلي عندك الله في قلبك خليها قوية وغيرها تشوف بأن التحجم قد قضي عليك نهائيا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إذا رب يعطي الإذن راكي مشي التأثير إذا رب يسحمل لك الإذن ويبقى الساحر والمشعود يحرق في الشراوط ويدير المجامر ويبقى للنهار التوكل على الله عز وجل هو من أعظم ما تدفع به الآفات وأنفع ما تحصل به المطالب فمن توكل على الله كفاه أموره كلها يذا قال ربنا عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه انتهى ومن يتوكل على الله فهو حسبه الله هو الضار الله هو النافع الله هو المعطي الله هو المانع ثم بعد التوكل الصادق على الله لابد أن نمتتل أوامر الله ونشتنب نواهي نحرس لأن من حفظ أوامر الله ونواهيه حفظه الله لأحفظه من الله بك يحفظه يحفظ الله يحفظك هكذا قال النبي الكريم وقال الله تعالى فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين كيف يحفظك الله بأنك تحفظ دينه بأنك تسمع الدين تحترمه تقدسه هنا بعض الناس يزعم على القرآن ويزعم على النبي الإسلام ويزعم على شرائع الدين لابد أن نغير الإرث لابد أن نطور الخطاب الحادثي المتعلق بالتفسير القرآني لابد أن نغير كده وكده يزعم على القرآن الكريم والعبادات تسهل فيها فهذا ما حفظ القرآن الكريم يكون يكون هو بنفسه بابه مشروع ومشرع لكي يصاب بالسحر ويصاب بالشعودة في مثل هذه المناسبات كذلك أيها الأحيب الكرام من أفضل الأمور للوقاية الحفاظ على الصلاوات الخمس الصلاوات الخمس لكي حافظ عليها رهي محطات مباركة بشي ربي يحفظك من كل سوء نحافظ على الصلاة في وقتها مع الجماعة حماية كتكون مع المؤمنين وكتكون مع الصادقين في بيت الله تعالى حماية وخصوصا صلاة الفجر صلاة الفجر لوضب عليها هذا عمره بخاف هذا عنده حماية من الله قال النبي الكريم صلى الله وسلم من صلى الصبح فهو في دمة الله لصلاة الصبح راه عنده تأشير التأميم من عند الرحمن كان في دمة الله لم يكن للشيطان عليه السبيل كذلك نخافظ على تلاوة القرآن العظيم قرآن العظيم حسن حصين حرز مكين جميع القرآن العظيم ولكن بالخصوص بعد الصور مثلا سورة البقر إذا قرأناها في البيت ما يقرب لك لا شيطان ولا سحر ولا مشعود قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ملكة تقرأ البقرة الشياطين والمشعودين يضعون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم ويفرون بعيدا كيهربوا كيتحرقوا سورة البقرة قال النبي الكريم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة البطلة هما الصحارة أيضا قبل من نعس نحرس أن أقرأ آية الكرسي عند النوم فنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي إذا آوى إلى فرشه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح ولا يقربه شيطان نقرأ آية الكرسي وانتمعا فيها تدخل عندك حماية من عند الرحمن وأيضا قراءة المعودتين المعودتين قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أيضا الأمور لك يشعر بأنه مسحور أو يخافي تسحر وعنده الفوبيا من عاشوراء طريقة سهلة إلا كان إنسان ربما بعد الموظفين وبعد المستخدامين ما كيب قليل وقت فين يصلي ويقرأ قرآن يقول لك أنا عندي وقت ضيق مسؤوليات نعم هناك طرق سهلة أن تتصبح بسبع تمارات عجوة تمار العجوة هو تمار رفيع المقام من تمور المدينة المنورة اللي لك لا من يسبع كل صباح تصبح به ما تشد فيه السحر قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من تصبح سبع تمارات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر ذاك اليوم ما يشد فيك والو وبعض العلماء قال لك تمار العجواء هو المطلوب ولكن يرجى أن يعمى ذلك في جميع أنواع تمور يعني أي تمار خذ سبع تمارات في صباح ربي يحفظك خصوصا أيها الأحبة الكرام الحفاظ على أذكار الصباح والمساء لا بد أن نواضب عليها فنبي الرحمة يقول ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثة مرات لم يضره شيء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم انقل في الصباح انقل في المساء وخلي المشعودين ديروا اللي بغوا تحجمها تشد فيك بإذن الله واللي بغوا الحماية الكاملة ما عليه إلا بالكلمة الطيبة كلمة سر الوجود كلمة مفتاح الجنة كلمة لا إله إلا الله يقولها كل يوم مئة مرة هذا ما يقع له ولو قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه داك حتى يمسي ولم يتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك أعظم شيء هو تقول هذا الدكر مئة مرة في النهار عندك أجر وتوابها لأعتقتي عشرات يا الرقاب عشرات العابيد والإيماء اعتقتي هم العبودية واللو أحرار وكتكتب لك مئة حسنة كل حسنية حسنة وكتبها منك مئة سيئة وعاد إبليس وجنوده مقربش لك كانت لك حرزا من الشيطان حتى المساء ما هي بساطة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نقولها بإذن الله وربنا سبحانه وتعالى يحفظنا ويرعانا ويبارك فينا فكن قل أحبين الكرام أي واحد بغير بيحفظه من الأمراض والأسقام وخطر المشعودين والسحرة خصوصا في هذا الشهر الفضيل يتبع هذه المعلومات لذكرناها اللي هي ببساطة فيها التوكل على الله سبحانه وتعالى وفيها الحفاظ على صلاة الفجر والصلاوة الخمس وفيها تلاوة القرآن خصوصا آية مخصوصة البقرة آية الكرسي المعاودتين وكذلك يتصبح بأتمر العجواء ويكتر من أذكار الصباح والمساء وخصوصا كلمة لا إله إلا الله لما القام يدير يبقى يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يقول لم يتمر أو أكثر من ذلك بلا عدد وغيرت شوف الحمد لله الصحة والعافية والمناعة النفسية والجهاز النفسي قوي والبركة دي الله تعالى والحسن الحصين عليك وعلى أولادك وعلى زوجتك وعلى تجارتك وعلى صحتك وعلى الأحباب من حولك فلنكتر أيها الأحب الكرام في هذه الأيام من قولنا لا إله إلا الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله